موسيقى طبعا مساكم ملف جديد وبرنامج من بغداد سنين طويلة نعاتب بعض ما نحكي على بعض ما وننتقد بعض ما ونندب حظ ما أو نصرخ ونعيط هناك سؤال ليش الجماعة ما قدروا يبنون وطن ماكو فلوس مثلا ماكو كفاءات ماكو موارد ماكو قدرة ماكو عزم ماكو همة لو ماكو هوية وطنية ذني لا يمكن أن ننساهن ولا يمكن أن ينساهن العراقيون وهذه أسئلة كونية ليش الكل فشل هل فشل لأنه لا يستطيع أم أوحي له أنك لا تعمل هذا ولا تعمل ذاك والوطن صار قرية مهجورة صار خاربة لا تقدر تمشي بشارع ولا تقدر تنام ببيت ما بكهرباء ما بصحة ما بتعليم ينحدر من سيء إلى أسوأ في المراحل الأولى من العملية السياسية ما لتلولد كنا هذه طموحاتنا أن نريد خدمات في الوطن انحدرنا إلى ما هو أخطر قبل أن نسولف الريد وطن تدون هذه الكلمة بحد ذاتها صعبة مؤذية لما تتحدث عن وطن كالعراق تطلع مرة يطلع واحد يريد وطن شو نتريد وطن؟ لأنه الوطن ضيعه الأشرار وغيبه ومع هذا ما زلنا نتأمل بل نحن مؤمنين أن في العراق رجال يستطيعون أن يبنوا هذا البلد بكل الظروف لكن أين هي البيئة التي نستطيع من خلالها أن نقدم هؤلاء البنات لنعطيهم مساحة ونوفر لهم قانونا ونضعهم في المقدمة وننتظر ماذا سيفعلون وخصوصا أن الحديث الآن العراقيين يطالبون بالتغيير والتغيير باتجاهين قوى سياسية تؤمن بالتغيير بطريقتها والشعب حدد خياراته في التغيير القوى السياسية الآن بدأت بدعاياتها الانتخابية حطوا التصاوير حطوا الشعارات حطوا الأرقام حطوا الدوائر هل سنكون أمام مشهد سياسي هل سيأتي شرفاءنا ليحكمونا أم أن القوى السياسية التقليدية ستعود بذات الرداء وج الباب الذي تعودنا عليه هذا الملف هذه الليلة أناقشه مع رئيس حزب الوطن الأستاذ مشعار الجهوري حيا الله أبو يزن حياك الله مرحب بيك ببغداد أولا أهلا وسهلا ضيف في بيتي أتشرف بيك أبو يزن الوطن والانتخابات من الذي يقلقك من الذي يجعلك أنك تستشرف أننا أمام مرحلة قد يكون فيها التغيير تحسين حاصل أريد أجاوب يعني مو على سؤالك بالضبط أجاوب على أنا مقدمتك يعني تمام إلها علاقة بالوطن في النظام السابق كان للنظام هوية ومقدم مفهوم للوطن بالطريقة التي تتسجم مع عقيدة النظام إذا تتحدث عن وطن تتغزل بالجغرافية العلاق الجغرافي فموجودة هذه الجغرافية أعتقد الإشكالية الكبرى نحن لم نتفق على مفهوم الوطن لم نتفق أبد لم نتفق على الشراكة اختيارية بمحض إرادة للجميع دون منتصر لحد هذه اللحظة نحن لم نحدد هوية الوطن ما نعرف الوطن نحن نحن عنه شنو هوية الوطن أم هوية القوى السياسية لا الوطن وطن الوطن الوطن الذي يذل به أبناءه مو وطن المكان الذي يهام بالناس سكان الأرض هذا مو وطن المكان الذي يمارس به التمييز هذا مو وطن المكان الذي يقتل به الشباب لأنهم يحتجون هذا مو وطن الوطن هو المكان الذي يدفعني لإفتخار به والدفاع عنه. لأنه وفر لي التعليم والحياة الآمنة وكرامتي. وشنو الوطن؟ أنت اليوم تذهب لاجئ بالسويد أو بألمانيا أو بالهولندا أو بأي مكان. يحترموك ويهطوك حماية وينطوك جنسية. وتصير مواطن هناك. وبعد قصدي. أنا أعتقد هذا أيضا يسمى وطن. إحنا لحد الآن ما اتفقنا العراق متعدد أثني وديني وطائفي. نحن لسه ما عرفنا. نحن دولة دينية أو دولة مدنية. دولة تحكم بها الشيعة. يصنع القرار بها الأكراد. ينظر بها شلاليق السنة. ما حددنا طبيعة الوطن. فالخلاف هو على شكل الوطن. وطبيعة إدارة الوطن. وعلى عقد جديد. إذا ما نتفق. على عقد شراكة جديد. لن يكون هذا الوطن التحلم بي. والذي أرىك دائما تتطلع وتتمنى عبر المقدمات. مالتك عندما أرى حلقاتك. لازم ندفع باتجاه حوار حقيقي. بين مكونات الوطن. لنتفق على مفهوم الوطن. حقوق كل طرف. واجبات كل طرف. الآن ناس تغلوب من ناس. ناس تحوك مؤامرات على ناس. ناس تريد الذل ناس. ناس تريد تستضعف ناس. إذا دهرت أربيل. لازم تنظر بالصواريخ من الطرف الفاشل. فئة من السنة قامت بإحتجاجات. بعمل مسلح. بانتفاضة. يسمها ما شئت. لازم يتم الانتقام من كل أبناء المكون. ويزج بالعشرات الآلاف أو مئات الآلاف منهم بالسجون. والمعتقلات أو يغيبون ويقتلون. بينهم الشيعة بدل ما يقدموا خدمات لجزء من عدهم للشيعي الذي يحتج على ظلم الشيعي يقتل. كنا قبل نعتقد أنهم ظلام فقط مع المكونات الأخرى. طلعوا على أبناء مكونهم هم من أنقس. بنفس الطريقة. إذن نحن مختلفين على هوية الوطن. طالما قررت أنت الذي تتحدث بلغة الجميع يجب أن نتفق. ما الذي أخر هذا الاتفاق؟ وفيما إذا لو أردتم في صحوة ضمير أن تتفقوا هل يسمح لكم؟ هذا السؤال أيضا مهم. لم نتفق في السابق لأن مع الأسف كنا نعتقد أننا قادمين عراق لي نكون قادة. وإذا نكتشف أننا كومبارس أو مرسومة لنا أدوار محددة. هناك نص وحركة. مسوحنا أن ترفع إيدك إلى هذه الدرجة. مسوحنا أن تفعل كذا. في المشهد الرئيسي. الإرادة هي ليست بيد العراقيين أبدا. مع الأسف. لأن الشيطان الذي قرر أن يدمر الجيش ومؤسسة الدولة ودفع الأغلبية من المعارضة للقبول بهذا الخيار بدوافع طائفية من وجهة نظرهم أن هذه الدولة هي دولة السنة. الدولة الماضية داء أتكلم. فكانوا مستعدين بسبب قصر النظر أو بسبب ارتهان إراداتهم للمخرج قبل بالإجر العالي إلى اندفع لهم مقابل أن يقوموا بدور في تهديم بلادهم. وكلتنا نتحمل هذه المسؤولية. فالأمر بصراحة أقول لك. الأمر ليس بيدنا أبناء البلد. الآن؟ أبدا. حتى اللحظة. نحن نستطيع أن نقلل الضرر. أنا أقول لك. وأنا الآن أقدم نفسي لجمهوري. هذه شجاعة أعتبرها. وهذه ليست لغة مرشحة. ليس الأمر بيدكم الآن؟ أبدا. هل لأنكم ما زلتم تمثلون لدور الكمبارس؟ لا. طبعا. كل الطبق السياسي في العراق تلعب دور الكمبارس. ليس أنا. كل من يحتلون المناصب العليا يعرفون همش المسبوح لهم التصرفين. هم لا يمتلكون الصلاحيات التي نص عليه الدستور أو القوانين. هم أكون هناك موظفين بدرجة عاشرة في بلادهم. هم جالسين هنا يأمرون ويوجهون ولديهم على الأرض من قبل أن يكون أدوات للآخرين في تخريب بلادهم. وأنا عن نفسي أتحدث. أنا موجود ليس لي أستطيع أن أغير من حال الناس. أنا موجود لي أقلل الضرر على الناس. أقلل الضرر. الضرر قائم. أنا لا أستطيع أن أشتث كل الفاسدين وأحطهم بالسجن. أنا إذا استلمت الإدارة أتعهد أنني لن أفسد. لن أسرق. وأعمل على أن يذهب الفاسدين إلى السجن. ولكن لن أستطيع لأن قناة دخلهم السجن ليس بيدي. وهناك الفاعل الخارجي هو يقرر فقط من يدخل السجن. من يطارد كما طول الطارق الهاشمي ورافع العيساوي وعبد الناصر الجنائبين. الأشخاص المطاردين حاليا. وهذا مسموح لأن يبقى يتحرك بهذا الهامشتر. من يعبر أما كتلوا أو سووا له قضية أو إلى آخره. العراق بسبب الجغرافيا. وبسبب طبعا الجغرافيا ليس فقط المحيط المباشر. وإنما بسبب العامل الإسرائيلي في المنطقة. بسبب عامل النفط. بسبب العامل الإيراني. وأقصد به الثورة الإيرانية. كل هذه العوامل جعلت من العراق هي أرض الصراع. طيب. أنت الآن بدأت تتحدث بأدوات الاستفهام. إذا ما أنا استلمت السلطة أو إذا وصلت إلى مكان القرار. ممكن أن أفعل كذا. وممكن أن أفعل كذا. من الذي يجب أن يعطيك السلطة أو يسلمك السلطة؟ هل الأطراف التي كنت تتحدث عنها؟ أم أنك تثق بشعب؟ ممكن أن يعطيك؟ أولا ذول الأطراف أنطور هامش من الحركة. بدور الكمبارس. أنت تقدر تتحرك على المسرح من هناك. تقدر تحشي بصوت. لا يمكن أن يقول لك صوتك مثلا مو عذب. هو لا يسمح لك أن تبديدك على صفك. هناك حدود رسم لك المخرج. في موضوع من بالسلطات المحلية بالنسبة للطرف الدولي منصب رئيس الجمهورية لا يوجد شيء. ومنصب رئيس الوزراء لا شيء. ومنصب رئيس مجلس النواب لا شيء. بصراحة أقول لك. وهم يعرفون أنهم متحكمين بالدولة العميقة. الأمر الرئيسي بيد الدولة العميقة. ولكن هناك هامش يفرض واقع الانتخابات. اليوم فلنفترض أنا مرشح بالانتخابات. المجتمع السني منقسم إلى اثنين. فلنفترض تقدم وعزم. بالانتخابات أتكلم كقوة اثنين متنافسين. الذي سيقدر يجمع سواء بالشراء سواء بالأصل متفق بشراء نواب بعد أن يفوزون مستقلين أو هو قائم تحققت الأكثر. من يستطيع أن يجيب الأكثر سيأخذ منصب رئيس مجلس النواب. ولكن هو لا يستطيع أن يفرض أي واحد يريد على رئيس مجلس النواب. هناك ذيتو للدولة العريقة تقدر تقول هذا إذا إجاء ما يتم التصويت عليها. وما يتم التصويت عليها. فهامش الحرية المتاح لنا هو هامش خليني أبقى بهامش الحرية كاتب السيناريو يعني يتلقى ردود الأفعال. الجمهور في الصالة التي كنتم تمثلون بها دور الكمبارس قد خرج. هل المطلوب هي النهايات أنه يجب أن يخرج حتى يبقى الكمبارس؟ المؤسف أن الجمهور في أغلب ما يقدر يخرج لأن الأبواب مرصدة. باب المسرح مغلق. ليس بكيف الإطلاع. لأنه أولا إن طلعت وين تروح؟ تقتل؟ تغرق بالبحر؟ نعم. يصير بك مثل بيلاروسيا والوتوانيا مدري وين هاي اللي هسا؟ قتلوا. طبعا قصدي. قرروا سهموا المشهد نهايات سهموا المشهد وخرجوا. ماتوا ألف تشرين وجرح الثلاثين والمسلسل ما زال مستمر. أنا أسألهم. النهايات مؤلمة وحزينة للأشخاص الذين حاولوا أن يخرجوا من المسرح. طيب هل لديكم القدرة أن تتفقوا مع المخرج وكاتب السيناريو والملقن؟ على إعادة سيناريو جديد لقد تعلمنا لقد تعلمتم وعرفتم منطق اللعبة. لديكم هذه الإمكان أن نعيد كتابة سيناريو جديد يفهمه السيد مشعان ويفهمه عزم ويفهمه دولة القانون. كافي من لي الآن. الناس تكبر. ما أبقى أنا كومبارس. عدكم هكذا استعداد؟ إذا ما قمنا بانتفاضة على المخرج والكاتب السيناريو الجمهور سيقوم علينا. أنا أعتقد أننا في الجمهور واصل الآن لمرحلة كافية. البحر أمامكم والعدو وراغكم. يعني الباب مسكري علينا. قاعدين هالشكل مطحين حظنا. كهرباء ما منطينا. راح نقتنق من المكان الضيق. كل هذه الظروف الصعبة. المعيشة. الأكل الجاي توصلونا أكل سيء. كل شروط الحياة صعبة. وأنت تريدون أننا تحولت لسجيل الآن. للأسف أقول لك. كلنا الشعب انتفض انتفاضة عظيمة في تشرين. وقبلها الشعب في المحافظات الغربي أيضا أراد أن ينتفض ضد الطغيان وضد ظلم. ولكن كلها أحبطت بأمف. لماذا قابلتم بهذا الدور؟ أنت الآن أعرف أنت ما عندك خطوط حمر. وتحتيها مقشرة. ومجيد بالتوصيف. أنا لم أدعم أتحك. أنا أيضا أوصف. لماذا قابلتم لا تليق بكم. كل واحد بيني لما قابل بهذا الدور هو بالأصل مكان يقوم بيعرف أن هذا الدور قذر. الكمبارس لا يقرر نص. مع الأسف. لكن يسأل منه البطل. أيه. يسأل منه البطل. البطل كان بالنسبة أنه الديمقراطية. البطل يقولون مثل كوريا سننفعلكم. المخرج والهؤلاء الناس التي قادوا العملية كانوا يقولون أن نأخذ بلادكم من أن نعملها كوريا الشرق. سنجعلكم دولة ديمقراطية. يحسدكم العالم. وحقيقيا أتكلم لك. أذكر ما جرى من حوار بيني وبين هذا سفير بعدين وحاكم هذا الأفغانستاني الأصل. زلماي. زلماي. تحاورنا في صلاح الدين قبل الغزو في شهرين في مصيف صلاح الدين. وأنا كنت من الـ 65 الذي اختاروه من مؤتمر الآخرين قاعدين ويا سعدون البنائبي وأيهم السام الرائي. وكان موفق قاعد ويا الفريق الأمريكي موفق الرباعي. فقصدي قاعد بالصف الثاني. نحن قاعدين غير. فالحجل قال لنا واني دخلت معاه بنقاش. وكان كل إدارة أمريكا قاعدة. أقصد ممثلي كل الإدارات. صناع القرار والدولة العميقة في أمريكا. نطلع وعود مختلفة كليتا. قبل الغزو بشهرين قال لنا اللي يتمدلون هم 60-65 واحد في الدولة العراقية. سنحافظ على الجيش والدولة وإلى آخرها. تعرضنا لخديع. أنا شخصيا أعترف لك. طبعا تقول لي لماذا قبلت؟ لماذا تنطي فرصة أنك تتعرض لخديع. أنا كنت متأثر شخصيا باعتبار ابن بيئة السلطة. أخوي معدوم قال أولادي معدوم أولادي عماني معدومين. استهدفوني صادروا أموالي طلعوا علي مذكرات. ما أنطولوا الصلح مطرح. لو كان النظام السابق معدل من سلوكه بعد الألفين ما قل قبله. كنت أوجه لسائل مفتوحة للرئيس صداماني في جريدتي إلى اتجاه الآخر. وأدعو أن شوية يصير أحسن. لو منطينا مجال منطي مجال بخلي للصلح مطرح. كان أعتقد ما شتركنا باله. يعني ما مرحنا بهذا الحماس بالاتجاه. لأن أنا كنت وأيضا أعيدك إلى مناظرة بيني وبين الأستاذ المفق الربوعي في قناة الجزيرة عام 99. وأنا قلت لهم راح تسوون شي في العراق. أنا كنت شايف المشهد. لكن كان أحيانا الحقد على النظام. يعني أنت شايف المشهد والتضيت بهذا. هس أنا أعترف لك لحظة صفحة. هو أن أحدث الآخرين أذن من تلك. أنا كنت شايف المشهد. ولذلك بعد مؤتمر نيويورك الذي هو مؤتمر 99. إياه بعد أن أستاذ موفق طلع عنه. أنا كنت لو النظام فاتح نافذة للحوار نافذة صادقة. لأن تدري النظام حاور آخرين وقتلهم وغدر بهم وإلى آخره. لو فاتح نافذة كان مجرى الأحداث وموحش الآن حتى نثبت للتاريخ. هذه الأدوار كانت قد رسمت من أيام مؤتمر لندن فيين صلاح الدين. أم أن المسرح الجديد بعد عام 2003 قدر لهذه القوة والشخصيات أن تلعب هذا. هم يجو كل من شايد نص بإليه. له كتب النص. هو طبعا تدري. أرجع أقول دافع أسأني حاقد على النظام لسبب. إيران حاقد على النظام لسبب يتعلق بالحرب العراقية الإيرانية. ومعها جماهير أخرى حاقد لإعدام الشهداء الصدر. ناس حاقدين عليه لأن قتل إفلان. حاقدة بالطريقة التي كانت عامل القوات العراقية في إقليم كردستان قبل 1990. اجتمعت كل هذه العوامل. ولكن في بداية العمل المعارض الذي أقول لك. كان المخرج موجود في مؤتمر صلاح الدين 92. كان الدور الأمريكي والإيراني واضح. وكانوا قاعدين بفلل أثناء المؤتمر. موجودين يقعدون على خط واحد متفقين على التغيير في العراق. ولكن الجو العام النظام الكويتين نجحوا في تسويق ضرورة إسقاط النظام في العراق. وطبعا أيضا بمساردة السعودية ومساردة كل الإخوان في الخليج. وقد يكون من حقهم لأن النظام الذي يقول لهم أنه لا يكون أخير بسجال. أنا أريد أقول لك التالي. أنا أريد أقول بشكل أنا شخصيا انخدعت ودافع الحقد على النظام هو الذي جعلني أقبل بالدور أو أغض النظر أنني ألعب دور كومبارس. عنوين كبيرة. اسمك النائب. اسمك رئيس مجلس النواب. اسمك رئيس الوزراء. لكن في الحقيقة المخرج هو ريتشاردوني. حلوة. ريتشاردوني الذي قانون تحرير العراق. ريتشاردوني ومن كتبوا الدستور الذي حضروا مؤتمر لندن يعرفون أنه للأسف ندري أو لا ندري قبلنا بأدواء تدمير العراق. لا لا. أكو عبارة أبي يزل خطيرة جدا. ما معنى لولا حقدي على النظام لما مارجته هذا ما قبلت. ما قبلت. صحيح. بمعنى السياسة عندما تتحول إلى حاقد فأن خطواتك تقصر ولا يمكن أن تنجح. وقالوها الوقاع على الأرض أيضا الآخرين كانوا حاقدين. ولذلك في مداية تقلت الشيعة ماذا فعل والشيعة والسنة ماذا فعل هل إجدت هذه الطبقة محملة بأحقاد إلى حد أنها تريد أن تنتقم الصورة بهذا الشكل؟ خلأ أكون معك كل شيء واضح. أنا نعم الجميع جاء أسباب فشنة في إدارة البلد. رغم أن المخرج نطعنا حرية بالبناء بسبب الحقد. ولو تصرفنا كما تصرف الأكراد مع بعضهم ما سأمر إلى حجم. من أين تولد الحقد هذا؟ تولد من ممارس النظام كان قاسي في السجون على الطرف الآخر. حسن النظام راح. من أين تولد؟ الحقد إلى أصل. أنا نظام يأخذ أخويا من بيتي يعدم ويرجع شاب ابن عمره كم شهر وأخي الأصغر لأن أخوي ما أتعامل إياه؟ من أين جاين؟ حاقد عن نظام تفوق البلد؟ عفوا أنا لم أتكت البلد. وأي أحد أولا عند الشيعة هناك نظرية دينية تقول مال الدولة غير معلوم المصدر. أنا الشيعي لا أسمع بهذا ولا أتعامل بهذا هناك فتاوى شيعية دينية واضحة ومعروفة من أطلحها. أن مال الدولة غير معلوم ويمكن أن تأخذه. ولذلك الطبق السياسي هم أفتوا أو جاءوا من يفتعهم. أما بالمذهب الشيعي هذا السيد السستاني موجود والمرجعية موجود. أتحداهم أن يأتوا بنص بهذا. أنا أقول موسى ما قلت السيد السستاني. أنا قلت هناك من أفتع. وأعطى المناخ. ولذلك أول شيء باقي نفط البصرة واللي باقي حزب إسلامي. يعني تعرف ماذا جرى في البصرة بعد 2003. وكل ما تم المصادرته من أموال وكذا وأموال الدولة والمباني والميزانيات بالنسبة للتيار الديني بكليهما السني والشيعي باقوا تحت هذه الفتوى. لهذا السبب خليني أقول حضرتك حتى نعبر هذه القصة الحساسة. أنا أعتقد هم وفروا لنفس ومغطاء ديني. الحقد والكراهية كانت قاسية. ولكن أنا دخلت الموصل وكنت الحاكم الأوحد لها قبل أن انتصل للقوات الأمريكية. لم أعتقل شخص لم أضرب شخص راجدي لم أقوم بأي عمل ضد السكان نهائيا. هتحدث 2003. ما لست نتحاقد. بالعكس من حاول أن يتجاوز على أحد تصديت له ووقفت ضده ولم أسمح بذلك. أنا كنت أريد غير النظام. أنا كنت خايف على أولادي أن يعيشوا تحت إدارة عدي. حتى كنت صدام مستعد أتحمله. بس اللي يقلقني أكثر من سيأتون حتى بعد صدام. النظام ما ترك آمال بالتغيير. مو تقول هذا بل شي يموت ونخلص. وإنما حتى هذا القبل إذا مات رح يجينا الأسوأ. فما ترك فرص أبدا إلا أن نقبل بأن نشارك بعمليات التغيير. طبعا لو كنا نعرف تفصيلا أنا كنت أتوقع رح يسأل شي. بس لو كنت على يقين قولا واحدا ما أجي. كلكم تقولون هذا. يعني قبل قليل قالوا لنا قالوا لنا قال لنا متى كل قالوا لنا متى أنتم قد قلتم أو ستقولون قلنا بوجههم ما نريد لكن كلامنا مثل قاعدوا بوادي ويصيح لأنكم لا تمتلكون مشروعا لا كل واحد عنده رغبة في أن يكون عنده مشروع ولكن لنمتلك وسائل أحنا جئنا على دولة سيطر عليها الاحتلال والاحتلال أعطى فرصة لأحزاب محددة بعينها وسمح لها أن تشكل ميليشيات والاحتلال دفع هذه القوى لأن تقتل هذا الطرف وهذا الطرف وتعرفون أنتو صارت الاقتتال الطائفي في ظل القوات الأمريكية وكانت القوات الأمريكية تصدر نداءات يقولون لهم مجموعات مسلحة تتعبر من صدر القناة متجهة على فلان مكان يجاوب القائد يقول لهم يعبرون يقول لهم آلاف الجثث عم ترمي ورا السد يقول لهم يتأملون ليس سنة سنة وراها الأمور تتغير وأنت تبشر الآن أن اذهبوا إلى الانتخابات لكن الموجودين ما زالوا كومبارس وأغلبهم ما زالوا حاقدين كونت أعتقد بصراحة أن هذه الانتخابات قد تحدث عمليات تغيير واسعة ولكن أعتقد أن الأصوات التي كانت تتبنى عمليات التغيير قمعة والذين استطاعوا أن يحققوا مكاسب بحكومة السيد الكاظمي وأقصد من قادة التظاهرات التي أخذوا مناصب مستشارين ورؤساء دوائر نعرف بالحقوق والواجبات ونتفق على العلم والدستور والحقوق والمسميات اليوم أنت تقول ما يصير تقول تقسيم طائفي أنت طائفي ما يصير تقول هذا المنصب للسنة ولكن أنت كصانع قرار تخلي تسعين بالمئة من قادة الجيش وأمراء الأفواج وأمراء الألوية في بعض المؤسسات سبعة وتسعين بالمئة من المكون واحد ألا هو المكون الشيعي وتقول لي أنت لا تحكي بالطائفة لا تقول سنة الشيعة أنت لا تقبل ابننا بالكلية العسكرية لأنه سني أنت لا تخلي يصير قائد فلق لأنه سني أنت تعترض يصير آمل اللواء الفلاني لأنه سني أنت ما تسمح الضابط سني يتواجد في جميع القوات الموجودة جنوب بغداد وأنت تسيطر على تسعين بالمئة من المؤسسة الأمنية في شمال بغداد لأنك قبلت بهذا مو أنا قبلت لا من اللي قبل خليني أقول لحضرتك تسلسل الأحداث قبلنا بالبداية بالدور الأمريكي الأمريكي هاجسة الأصل في ذلك الوقت أنت تعرف الإدارة الأمريكية تتمدل من غزل عراق جورج بوش كان يريد أن يدمر العراق وكان عند عقاء الدينية وهو من الصهيونية المسيحية ومعرف شنو ويؤمن ببعض الخرافات ويريد أن يدمر العراق وكان يريد أن يخرج العراق من الصراع مع إسرائيل وهو نجح أنه جعل العرب يتهافتون ويتساب كل الصلح مع إسرائيل يسمى تدمير العراق لو العراق موجود هذا كل ما يصير لو العراق القوي موجود كل أشياء ما تصير ما تقصد بالعراق القوي الدولة لعدها جيش ومؤسسات وإدارات محترمة وإرادها الوطني أو عوائدها توظف بالاتجاه الصحيح هل تتحملون المسؤولين أنكم المسؤولون عن تدمير العراق القوي تحمل المسؤولية أمنك أنا لو ما داخل مع الأمريكان يجوز عشرات الآلاف من أقربائي قتلوا ومن مجتمع مئات الآلاف لكي تمتص فيتهم لو واحد غيري داخل على الموصل كان عدد الذين قتلوا في الموصل مثل الذي ذبح صرف الشواف أنت تتحدث بال2003 الآن ما يلفت نظرك الاعتقالات خلال هذه الأيام التي تتم من خلال تهمة داعش ويقال إليه يوماتي تأكد أن هناك مذكرات قبض بتهم بعشرات الآلاف شلو الموضوع وقبل الانتخابات أولا أكو مذكرات قبض بعشرات الآلاف مطلوبين بعشرات الآلاف بالحاسبات الأمنية وطبعا هناك طرف ما أعرف منه ما أعرف منه وراها ادعى أنه عندها أردات على الأشخاص التعاونة مع داعش وحطهم في الحاسبات وهم بعشرات الآلاف وخاصة في محافظة اثنين طبعا بصلاح الدين أيضا عندنا ظلم وأنا أجزم أن التسعين بالمئة من الذين تم إدانتهم بالإعدام والسجن المؤبد عبر قضايا داعش هم قضايا ملفقة وغير حقيقية وأجزم مئة بالمئة طبعا عندما نوصل للسيد رئيس مجلس القضاء مثل هذه القصص يحاول أن يتدخل عبر لجنة العفو عبر إعادة المحاكمة والتحقيق عبر الدور التمييز لمحكمة التمييز الاتحادية ولكن هذا الذي يمكن أن نوصلها ولكن هناك ناس لا يمكن أن يوصلوني ولا يتسع الوقت بأني أتبنى كل قضايا المظلومين ما يجري في موضوع الأحكام القاسية التي تصدر بناء على ما تقدمه أجلسة الأمن للقضاء قد يؤدي إلى شيء يشبه داعش بس وغير طريقة إذا لا يقوم صناع القرار الحقيقيين سواء الخارجيين والداخلين وطبعا الفاعل الأكبر هو العام الخارجي إذا لا يراجعوا سياساتهم أو يتدخلوا بالتفصيلات المسموحة للكومبارس بالقيام به لأنه مسموح لنا أن نقتل بعضنا ولكن ليس مسموح لنا أن نتعاون مع بعضنا إذا لا يقولون غير مسموح أن تقتلوا بعضكم أو أن تعتقلوا الناس جزافة وتركبوا قصص جزافة وتألو وتسو هاردات على إنها هذه الأشخاص المتعاونين مع داعش والتوقف عن المساومات التي تطال الأعراض أيضا بصراحة أقول لك هناك الكثير من العوائل تتعرض للمساومة على أعراضها وعلى بناتها الجميلات إذا ما الموصل نعم نعم من قبل نعم من قبل الأشخاص الذين يستطيعون أن يعتقلون ويقدمون مذكرات ويسجنون هنا أنا رسالة واضحة وأن كان الحديث ضمنيا أنت الآن تقول علنا إعادة إنتاج الظروف التي الظروف التي كان بها الغراوي في الموصل هو هذا نريد أقوله الآن هناك دور يرسم إلى الكمبرس أن يعيد إنتاج هذه الظروف ويهيئها وانتقى بالقليل قلت كلمة يعني إلى ما يشبه داعش القضية إثارة نقمة شعبية اليوم المناخ العام أيضا نقم إذا أجي شو ما أجي الناس هم راح تكيف هسا نحن في وقت ذاك الوقت أيام اللي يكون التعني كنا نفهم الأسباب وكنا نعرف مثل ما تسمي الكمبرس الذي كان يشتغل الآن الكمبرس حكومي خليني أقول كل الطبقة السياسية لها حدود كلها إذا خابرها واحد موظف درجة ثالثة بالسفارة يقول له موهد شي يعني يسوي غصب عليه كل كل لكن صناعة الفوضى صناعة الفوضى هو مسموحنا أن نقتل بعضنا بس مسموحنا أن نختطف بعضنا ونغيب بعضنا ولكن لا يسمح لنا أن نبحث عقد جديد إلا إذا قلنا لهم طزفكم نحن قررنا أن نوقف هذه المسرحية أو نفقها المهزلة لا تزفيكم يحتاج إلى أحرار أنا كنت أعتقد أن الانتخابات ستنتج هي ليست الأحرار خليني أقول لك سريع أنت متعود على مدار عشر سنين تأخذ مساعدات من الدولة الفلانية جيت من 2003 أنت من بداية التسعين تقبض من دائرة الأمن أو من المخابرات أو من الاستقبارات أو من الحزب الفلاني أو من الحج الفلاني بعدين جيت للعراق هم أول ما ثم بعدين صار الصراع بين الدول أنت انحسبت على الدولة الفلانية رح تبقى غصبنا عليك تسمع كلمتها أحنا المشكلة في العراق أرجع أقول لك اللي صمم القضية صممها أنه نحنا نفس حق أنا يلفت نظري ويلفت نظرك أنا بحياتي بشفت واحد جيراني يكلفي يهدم بيته ويقبل المشكلة هي هذه اللي قلت لك إيها بالبداية أحنا ما متفقين على أنه هذا بيتنا أحنا ما متفقين على هوية البيت البيت به ورثة كثر كل من يقول آني لأن تشبير بس إلي وفق المذهب الفلاني آني أضربكم بشلاليق وبالعصة وكلكم تشتغلون وتجبوا لي أكو آخر يقولون أنت ولدين جنباني يحتربوا نفسكم ونشبوه أكو آخر يعني أحنا ما متفقين على حصص كل واحد وحقوقه في هذا البيت ولذلك الكل يعمل لا تجد إلا اللي رايح عازل واحدة ببيت وقبلان بالمكان اللي صغير العايش بي كما يفعل الأكراد ومعمر ومسوي حديقة حلوة وزراعة حلوة وباني بيته وصابغة ومخلي أفراد أسر تعدهم تبريد ومرتاحين وإلى آخرها أما احنا القاعدين بالبيت تشبير طايع حظنا لأنه كل واحد لأنه ممتفقين ما يكون وصية الأخ تشبير متخلف عقليا مريض ما قدر يصير بدل الأب أخ ما قدر أبو ما تعتقد كنت قاسيا على نفسك لأنه اللي ما عنده بيت وين يعيش لازم قبلان بهذا العيش باقي متشلب ببيت الشعيب باقي متشلب أنه هذا بيت آبائي وأجدادي وقبلان أشبع أصي من أخويا تشبير وده يبقى يكتل بيه وبالأخير أقول له طب هايش مرض طاح حظها تعال نهدم البيت وكل واحد يبني بيته الأصغير ويحمي نفسه هذا هذا السيناريو إذا الأخ تشبير ما تأدب وما تصرف على أن أخ تشبير لا يظل يكفق بخوته الأصغار راح الكل يهدم البيت ويقول أنطيني مكان صغير وأن يحبان تروح أنتو خبلتون أخوكم تشبير يا أستاذ مشعان والله أخونا تشبير طرع من بطن أم مخبل ولد من بطن أم مخبل أول أول ما صار هو تشبير أول ما مات رب العائلة اللي هو الوطن الأصلي الأخ جانم سودا قضبتكم وقاضب هالعصة وهالمطرق أنت بزمان أبويا أكلت اللحمة مدري شلون شكل أنت كانت لماذا أنت بزمانة أبوك أخوك أنت مات تشوفه من مات الحج تشوف أخوكم سودا لم تقضبت لك عمر التويا لا تأكلون سواء وتأكلون سواء وتقضبون سواء خلق أقول لك كان أكو دائما أبي وكان هذا الأخ بعدما مستلم السلطة ومسوي روحه بسياكين خايف من هذا ويتمسكن وهي جزء من الثقافة العامة هذا اللي تمسكن ضحك علي وخدعني عبالي هو لأن الأب الأب الأول كان أيضا قاسي بس كان ضابط الإيقاع داخل البيت بس قاسي وعنيف واللقبة تشبيرة إلى للأب يأخذها صحيح ومقضيها قصور وما أدري منه وبحيرات وما أدري شنو وعنده ولد المدلل لمالتا المساود ينينها مطح يحظ مرحلة أكبر منكم لا أنا أعتقد خليني أقول لك لو ترجع إلى تاريخ العراق ما يجري الآن هو أحنا مرنا قبل أربعمائة سنة عندما كنا نحرق المراقد المقدسة لبعضنا ترى هذه القضية موجودة على العراقين الموروث التاريخي إذا نقرأ بطريقة محايدة والكتاب علموا نبي المدرس الحقائق التاريخية التي جرت في العراق ما يجري الآن هو مر بمراحل متعددة في تاريخ العراق إذن أنا أجاب بالي الشؤال العامل الديني كان هو العامل المدمر العامل الديني هل نحن هل عاقبنا الله بكم الله لا يعاقب أحد لا يعاقب أحد بهذه الطريقة الله سموح يعفو يغفر لا يخلق أحد حتى عظمه ولكن ونطالع أقول بس أحنا بطبعنا نطالع الإرادة أحنا أحنا جاي نخرمش بوجوهنا أحنا جاي نخرمش ببعضنا أحنا جاي نعاقب أحنا دنسوي بروحنا هل تشتردون معرف لا هو اجدل بعد ما خربت اشتردون أرجع أقول لك ما هو هي طبعا تدري أنا خاف من الجمهور أسلحان مني مسؤولية كلها ما أجري بعراق وأنا الصوت الوحيد اللي يفضح ظل اللصوص والحرامية وستجيئة خليني أتنفس من خلالك أبو يزردون اشبع اعتبرني الحايق تضرب به الحايق بارك ماللندن لا لا يعني يعني خليني أنا ما شايف الآن شعب إلوج البيوت بوخة كهرباء ماكو وأبراج تتفجر أكو شريف يفجر برج حتى ينوم طفل لو شايف مريض بالكهرباء من يشتغل بهذا الملف بعض شركاء الوطن بعض شركاء الوطن يقطعون الكهرباء عن الغرفة لأنه بها ظرت أمهم أو بها أولاد من غير أم ويقطعون عنهم الكهرباء بحجة انعطب واحترقت وهم لدي قطعون بالكهرباء أنت والد الزغير إلى ولد الشبير أحنا ولد الطاية حظها حاليا كانت مدللة عند الشايب والآن الأخي الشبير ده ينتقب منعدها وده يطيح حظها ويلعل أبو نخلفها هي وولدها زيل أنا قلت لهم هذا ما أحد يقضب الحرامي له محني له مم حرامي هو وأعترف بيه هو صاحب البيت والبحد يعني هو جيران يبارون عليه بس متونسين يقول أخ حيل بيكم يا ولو مو أنتوا الكذا مو أنتوا الكذا بعدين لازم أنتوا ما تطلعون من البيت ما تزرعون ما تصنعون حتى أحنا نبيع لكم الخبزة والإخيار والرقي والطماطا والأكل اللي تحتاجوا حتى تتبوزعون وبالسعر اللي أحنا نريده شغلوكم بالعلوة ليس بس شغلون حتى من طالوا حرية الشغل حتى تحديد الأسعار بالعلوة ليس بكيف ليس شنو أكثر شي تخاف بيه تخاف من السيناريوهات المحتملة بموجب المتغيرات الدولية والأقليمية هناك الآن من يقول صراحة أبو يازن أمريكا رجعت إلى الخلف سلمت الملف إلى إسرائيل وسلمت الملف إلى بريطانيا بموجب هذه المتغيرات أحنا وين سنصير أولا أختلف مع الذين يقولون سلمت الملف لإيران عفوا لبريطانيا في موضوع الصراع مع إيران سلمت الملف لإسرائيل يعني إيران إسرائيل أخذت إيران لا إسرائيل أمريكا أعطت الحرية لإسرائيل لأن تتعاطى مع إيران بالطريقة التي تريد خلاص انطوهنا إحنا يما نصرنا إحنا خليني دور أبو ناجي لا دور أبو ناجي أصلا أضعف دوره في العراق لا يوجد شيء المقبل ما ندري بس ما أعتقد بريطانيا بوضعها الاقتصادي بالإدارات التي أرىها عدها القدرة أن تحكم قبضتها على العراق ما أعتقد أنا أعتقد ربما وكلاء جغرافيين محليين دول جديدة صغيرة بعض منهم عدها القدرة على التأثير أكثر من أبو ناجي العراقيين الآن يتأثرون باليدفع والإنجليز يدفعون الفلوس يدفعون الفلوس لهذه الطبقة السياسية ولهذا العالم الرشادي هاي الطبقة السياسية تأخذ من حلالك من حرامك تأخذ مالات العراق وتأخذ مالات اللي يجي من ضرر حتى لو قاتل الشيطان يدفع هم يأخذون لكن الآن في زمن الكاظمي كانت أكوى حراق دول موازي الآن نحن أمام مؤتمر دول الجوار نحن الناقش قضية إيران والسعودية لو نحير بمشاكل نحر دينه واحد يحل يعني خايفهم وابو يركض وراء مرتبو أنت تخيل طبعا هذا دلالة عن الهوان والضعف نحن نسوي مؤتمر شو نحن 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 بس عبر التاريخ الإراق وسوريا أو سوراقيا أو بلاد الشام نحن هاي الجزيرة بس تعبر الفرات أسمها الشامية نحن هاي المنطقة ندعو إلى المؤتمر ولا يسمح ولا نجيب التجار الحقيقي المؤثر فينا والمؤثرين فيه نجيب دولة بيننا وبحر تحضر المؤتمر والتجار اللي بصفنا ما نقدر نجيبه اللي هي سوريا يوجع هذا إلى ثقل وهذا الهم يوجع أنتوا دائما تقولون ما نأثر بسوريا سونا نتأثر بنا يجينا من سوريا يجوم من سوريا سوريا مدعوها 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 فإذن المخرج ما يرضى حالو ممسحنا الطائحين الحظ اللي بالعراق المخرج ما يقبل الطبق السياسي حتى الدول المنطقة اللي هم مخرج ماذا يخليهم يخافون من عندهم ماذا يخليهم يجيبون الطرف السوري اللي هو الطرف مهم في أي ترتيبات أمنية في المنطقة أنت تعرف أمريكا انسحبت من أفغانستان اليوم فات الطالبان كل ساعتين تحت المدينة ماذا لو قرر الأمريكان أيضا مغادرة العراق افتراضا طبعا ما السيناريو المتوقع هو أنا ردت أنفذ إلى هذا يعني إحنا لما سألنا سياسيين آخرين قالوا لا قضية العراق تختلف عن طالبان ممكن تختلف ولكن كل شيء جائز أنا أقول يختلف العراق بحكم العامل الجغرافي بحكم العامل الإسرائيلي يمكن الأمريكان يردوا أزمة للصين بطالبان أنت تعرف أكو إيغور بالصين أكو هسا سرية إعلام الإسلامي مدري إيش والأمريكان يروجون إلى أن الإيغور عنده مشكلة مع الشعب الصيني ولا واحد من الدول المسلمة قدر يتبنى هذه القضية بقوة يعني الأوروبيين يتبنون قضية الإيغور أكثر من الدول المسلمين لأن ربما المسلمين لا نسيهب بذات الخطر بس العامل الذي يريد يوجع رأس الصين يريد يفعل أي قضية ما لقوا غير الإيغور وما يوجد المسلمين مستعدين لماذا الأدوار فاذا يصير ربما طالبان تكون مهيئة لماذا لماذا لا نفهم من باب آخر أنه حالة تقلق بها إيران لأن طالبان الآن على الحدود مع إيران الإيران تستطيع أن تتفاهم مع جميع الحركات الإسلامية وبطبيعة العلاقة مع قطر وقطر مع طالبان إيران وطالبان لا يصطدون أبد طالبان لا تشكل خطر على إيران وإيران تستطيع أن تذهب لحماية الشيعة في أفغانستان أيضا سواء بشكل مباشر أو عبر إمدادهم بالسلاح وإلى آخر هي تجيب أفغان الشيعة تودهم على مكانات أخرى تقاتل بهم بقط ما تساعد الأفغان الشيعة هناك لأن يحاموا نفسهم بوجه طالبان فأنا أعتقد العامل الصيني هو العامل الأكبر في انسحاب الأمريكان من أفغانستان حتى تتفرغ لهذه المهمة أي مهمة يعني مواجهة التنين الصيني لا حتى تشغل الصين دولة عملاقة حتى تشغل في قضية أخرى وتقوم تعاقب به تحت عنوان الصدام ما للإيغور والدولة الصينية تعرف لما يصير أكو دولة بصفك تتمولك وتساعدك وتحشي لغتك وتحرضك على الإرهاب وعلى القتل وعلى المدربين راح يرحون هؤلاء الأبرياء مثل ما لقوا هنا ناس بالعراق يقتلون بعضهم ذلك عامين راح يقومون يقومون بأعمال ضد الدولة الصينية ويتصير مفتاح لعقوبات دولية على الصين لأن التطور الصيني الهائل اليوم تعرف حجم الديون الصينية على أمريكا رقم خيال فلكي أكثر من نصف الاقتصاد الصيني يمكن يعتبر رهين نصف الاقتصاد الأمريكي يعتبر رهين للصين عموما لأرد أقوله البلد هنا مقبل على كل السيناريوات لذلك أدعو إلى حوار هذول الناقمين الظالمين يدمروهم 11 ألف مغيب عندهم فد عشرات الآلاف من الأهل أو مئات الآلاف من الأقارب المطلوبين بالحاسبات 50 ألف 70 ألف مطلوب بالحاسبات الدولة قالت لكم بعد لا تفتحون قضية المغيبين لأنه ما لهم ذكر على قولة يصير أنا من أطالب بحقوقي أكو هج دولة بالعالم أنا مقتول يصير يدون من عندي كتاب مسائلة وعدالة على الميت على الميت أكو هج شي أنت مقتول أنت مفجر بيتك بالإتراب أنت تعرف الآن هذه الدولة القذرة هذه الدولة لا تستهي على نفسها التي لا تحترم شعبها التي لا تعرف يا طايا حظ انظر القرار أنت مفجر بيتك ومقتول ابنك وتمشي معامله تمام لازم تجيب سلامة لموقف الأمني واحد لازم تجيب كتاب من المسائلة والعدالة أنك غير مشهول يقنون لا تنقتل تفجر بيتك واقع الدايحين بالشارع أبوهم ضابط بالشرطة انقتل أخذوا داعش قطعوا راسه وذبوا بالمنطقة اسمها الخفسة خسفة ممنوع يأخذ راتب هو ضابط بالدولة العراقية إلا تروح تجيب سلامة موقف أمني وتروح تجيب كتاب من المسائلة والعدالة على أنك غير مطلوب من المسائلة والعدالة أكو شي بالدنيا أكو دولة بالعالم يجب شعبها وبعدين إذا العالم ثارت ولا قام ما يسرعدها ولاء للدولة ولا تشوف تنظره بالأبراج تنظره بالشياطين يتتفجر السدود تتفجر الماء أدري منه يصبح موقف سلبي ما علي هذه الدولة التي تعاملني بهذه لش وكت إلى أن الأخ الشبير يصير عاقل الأخ الشبير لازم أخوته الأقرب عليها تريدها كل واحد من أم هذا الأخ الشبير عنده أشقاء من الأم لازم يقومون عليها كفخوفة راشدين يقول لن يضيعنا ما عاونتو أخوكم ما عاونتو هو ما يقبر تتحجيري شاي العصاتة علينا 24 ساعة هو يلقي السرسري مالة الشغيرة السرسري لماذي أهله يرحب به وإن أنت الخوش ولد بس الخوش هذا من يقرب أخوكم من شاي العصاتة نجد أنك ظهرك والله ما دنك بس استعملت الكثير من العصة والكثرة تغلب الشجعان والله ما ندنك بس أولا الفلوس لا الفلوس أولا السلاح بيد أولا أنت لن يبجي على حالك والله العظيم أنت أنت بعد 18 سنة هذا المشهد كرر نفسه لا السنة خلصاني لا الشيعة خلصاني وحتى الكرد لا خلصاني ما المشكلة حتى هذا الشيعي لدي ينقتل ولدي يتعذب واللي البارحة شاهد فيديو يضربون بعضهم بالجداري على مد صحن ما القيمة هذول متونسين حتى النخب أنا حين أشوف طبقة من السياسين الشيعة المدنيين الدعاء المدنية يعني من تحشي بقضية المغيبين مستعد يضربك ناشدية أو يسبك من تحشي بحقوق المكون يريد يقول لك نشاب يعني أكوريضا حتى من كنت أعتقد أنهم الأمل بالثورة على الأخ الشبير من داخل البيت الشبير من أولاد أمة يثورون عليه لأنه أنا ابن الاجنبانية ابن الصغيرة ابن المدرشين ويشار نعتبرها مدللع عند الأب الكل متفقين على إذلالي وإهانتي بما في ذلك العاقل ويشار العقال مع أخوته أختم بهذا السؤال سوف تخلف الشبيرة أو الزغيرة تخلف الأولاد الصالحين أولا الشبيرة هرمت أرجع أقول لك من ولد يخلفون هو مات هذه الزغيرة ما تخلف الولد الزغيرة يجب أن يخلفون وولد الشبيرة يجب أن يخلفون لكن الخبل سيخلف لو العاقل سيخلف يوجد العاقل ليس كل عاقل لكن زين إذا خلّف يطلع عندنا أولاد زينين بس الشبير هذا خلفته رح تصير مثله هو خبله رح يطلع فنأمل أن ولد الشبيرة الزينين يطلعون أما هم يستلمون الإدارة أما الجيل الثاني يكون معنا أحسن أنا أشكرك أبو يجل تحياتي لولد الزغيرة والله ولد الزغيرة طيح يحظهم ونعب بيهم طوام ويكون ساكتين على الظلم للنهاية هكذا كان حوارنا لهذه الليلة تقبلوا تحياتي ملف جديد وبرنامج بغداد تقبلوا تحياتي ملف جديد 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 تقبلوا تحياتي ملف جديد